في كتير طرق وسط العريقة فيها ناس وطرق تبان مفروشة وارد وتنتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة هو الطريق الطريق ترجمة نانسي قنقر نساء الخيرات نساء البركات نساء كل حاجة حلوة على كل مشاهدين قناة الطريق على مستوى ألحاء العالم كله عبر السوشيال ميديو عبر التلفزيونات عبر كل حاجة أنتم تشاهدونها من خلالها أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا اللقاء الروحي حي سعيدة سعيدة جدا 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 أنا معاكم حابنتقسم جدا للتأخير غزر عننا حصل شوية بروبلم كده ومشاكل شوية كده وحنا جايين وإن بيكتر ووقف مننا كنا جايين من مكان بعيد وبالتانية كانت يعني شوية صعبة لكن نشكر الرب إبليس مش هيقدر علينا برضو وبإسمي نساء تكون حلقة النهاردة مسمرة وعجيبة وعظيمة ومليانة بالحب والسعادة وده موضوعنا النهاردة معاكم لكل البيوت وكل الناس الجميلة اللي بتشاهدنا النهاردة عبر قناة الطريق عبر كل تلفزيونات أهلا وسهلا بيكم مرة تانية في الحقيقة أنا يعني قعدنا محترين شوية هتكلم فيه النهاردة مع خادم رائع وحقيقة هو مليان بالحب ومليان بالتواضع ومليان بالسعادة الحقيقية اللي جوه في قلبه اللي دايما مستمدها من شخص المسيح خادم رائع يمكن استضافناه من وقت طويل عدة لكن نشكر ربنا هو موجود معنا في لوس أنجلوس كاليفورنيا أمريكا الوقت دوت وحبنا يكون معنا النهاردة في قناة الطريق خادم الرب الرائع المحبوب اللي غالي على قلوبنا جميعا حيب نكون بنرحب بيه هو دكتور عاطف ألبير اللي دايما 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 منورنا في كل وقت بيجي فيه هو خادم رائع جدا وجينا من أسيوت فخدمات رائعة أيضا هنا في كاليفورنيا بنرحب بيك دكتور عاطف حيب جد يعني مستمتعين جدا بوجودك معنا وحشلينا شكرا بيه يا أجل أخويا جوزيف ربنا يباركو طويلة رائع غالية على قلبي مرسي وانتو كمان يا دكتور عاطف وزوجتك الغالية كمان مدام إيمان شكرا بنصلي من أجلها أنا عارفة الوقت دوت بيبقى صعب شوية لكن احنا عارفين قد إيه بإسمي يسوع بتتقدر الخدمة والخدمات الجميلة اللي انت بتشاركها في وسط ولايات كتيرة في وسط ناس كتيرة أنا فاشكر ربنا من أجل حلمتك دكتور عاطف شكرا دايما منورنا شكرا يا أجل أخويا موضوعنا النهاردة اخترناه مع بعضنا هو عن الحب والسعادة وموضوع يمكن اتكلمنا فيه يمكن ولعدة مرات قبل كده لكن مش هنخلص فيه والموضوع ده مش هيخلص ليه؟ لأن الموضوع دوت هو مبادئ الأساسية في المسيحية دي المبادئ اللي ربنا حطاها جوه اللي ربنا علشان نكون نعايشين بيها طول عمرنا فعمرها ما هتخلص ولا عمرها هتروح لكن دايما دايما هتكون متوجدة ودايما هنتكلم فيها مرة 2-13 هتزهقوا مش مشكلة سبحوني لكن احنا لازم نكون بنتكلم في الموضوع دوت تكلمنا عدة مرات عن الحب قبل كده لكن اخترنا الوضوع ده لأن فعلا فعلا ناس كثيرة قوي كانت مبسوطة وعايزة تكمل الحب فيه أنواع كثيرة في الحب وفيه صفات كثيرة هنعرف ده كله لكن بعد ما هنكون بنسمع صلاة في بداية الحلقة من دكتورة عاطف وأمين ربي قد هذه الحلقة وتكون مسمرة في قلوب كل المشاهدين وفي قلوبكم جميعا كل الناس الحلوة اللي قادة قدام التي في اتفضل دكتورة عاطف قد نفسها يا رب بنشكرك جداً لأجل الوقت اللي تهون نحنا نتشارك فيه يا رب نتكلم فيه عن شخصك وعن محبتك حيا يا رب احنا مديونين لمحبتك كتير انت اللي بديت بالحب مش احنا اللي فكرنا نحبك تشكرك لإنك لما حبيتنا محبتناش محبة بالكلام لكن محبيتنا محبة عملية جيت بنفسك لأرضنا أخدت صورة الإنسان وقلت تصنع الخير وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليز وختمت الرحلة بالصليب وذهبت هناك لتضع حياتك لأجلنا شكرا لك من كل القلب مع أعظم محبتك التي تعلنها لنا في كل يوم ربنا أصلي من قلبي ان تكون محبتك هي الدافع الحقيقي لحياة سعيدة انت مصدرها يا رب بسأل باركة للحلقة باركة لكل المشاهدين باركة لكل البيوت باركة لكل الأزواج والزوجات أنا بصلي يا رب إن هذا الموضوع يكون موضوع عملي مؤثر نافع لبنيان كل بيت وكل شخص بيسمعنا دلوقتي شكرك لأنك تسمع وتستجيب بكل الحمد آمين 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 قبل نكون بنبتد في الحلقة أحب بس أنوها على حضراتكم إن رقم البيبر بتاعنا اتغير بعد الوقتي لو تقدروا تكونوا بتكتبوه معايا وهو هيكون موجود برضو على الشاشة معنا هو بدل ما كان رقم من مصر دلوقتي رقم من أمريكا عشان كده البيبر لازم نكون بنحط له الأول آمين زيرو زيرو واحد لازم في الأول أو بلاس أو علامة زائد واحد قبل ما نكون بناخد الرقم أو بنكتب الرقم على البيبر الرقم بتاعنا الجديد هو سري وان زيرو ناين سيفن تو زيرو ناين فور فور مرة تانية هقوله لحضراتكم وأكيد هو موجود معنا الوقتي على الشاشة هنكتب علامة بلاس أو هنحط زيرو زيرو واحد قبل ما نقول الرقم زيرو زيرو واحد سري وان زيرو ناين سيفن تو زيرو ناين فور فور أقوله تانية مرتين بالعربية زيرو زيرو واحد تلاتة واحد زيرو تسعة سبعة اتنين زيرو تسعة أربعة أربعة وده رقمنا الجديد على الفايبر عشان حصل مشاكل شوية في التليفون بتاع مصر لكن نشكر ربنا دلوقتي معنا تليفون جديد هل نحب لنسعد أم نسعد لنحب وده سؤال يعني بيفرد نفسه معنا النهاردة في الحلقة هل نحب لنسعد أم نسعد لنحب يعني احنا عايزين نحب لما نكون عندنا محبة عشان نكون سعداء ولا السعادة بتجيب الحب احنا مش عارفين كل ده هنعرفه النهاردة مع خادم الرب المبارك الرائع دكتور عاطف ألبير ننور ده مرة تاني في سجيهات خلال الطريق ودائما يا رب في الخير والبركة ربنا يا باركي تخيي في اسمي أسو النهاردة نتكلم عن الموضوع زي ما قلت كده في بداية الحلقة مع كل عزاني المشاهدين عن الحب والسعادة فيه أنواع كتير أولي الحب إيه معنى الحب باختصار شديد أو بعد كده هيدخل بقى في الحاجات جابت السؤال هل نحب لنسعد أم نسعد لنحب الحقيقة الاتنين قريبين قوي من بعض بس أنا عايز أقول الحب الحقيقي واحد من الأسباب التي تؤدي للسعادة والإنسان السعيد بيعرف يحب فالاتنين دخلين في بعض بس هو الفكرة إزاي أنا أوصل لأن أنا أعارف الحب وأعيش الحب وأمارس الحب وهل الحب يستطيع أنه يوصل السعادة حقيقية للإنسان ولا لا هو ده اللي إحنا مرات كتير كبشر مرات بنعاني منه وإحنا بنصارع مرات كتير ما مش عارفين نحب لنحب نفسنا ولا نحب الشريك اللي معانا في الحياة أو نحب الناس اللي حوالينا ولأننا مش عارفين نتواصل في الحب فإحنا عدم حبنا لنفسنا بيخلينا مش حاسين بسعادة مع نفسنا وعدم حبنا للآخرين بيخلينا مش عارفين نتواصل مع الآخرين وبالتالي مش عارفين نشعر بسعادة في تواصلنا معاهم والعلاقات كلها تبقى متأثرة لأن الحب ده الزيت اللي بيلين كل الحياة واللي بتدخل في كل جوانب حياتنا ولحنا ما ندرش نستغني عنه أبدا في أي نوع من أنواع العلاقات ولسهما الإنسان نحنا عارفين أنه كان علاقاتي يحب ويحب عنده إمكانية أنه يحب الآخر وعنده كمان أشواء ورغبة أنه يحب من الآخر فلأن الإنسان كان علاقاتي فمحتاج قوي للحب فالحب هي المادة اللي بتربط هذه النوعية من العلاقات لشكده إحنا محتاجين قوي نتعلم الحب ونمارس الحب الله لغات الحب الأول هقولك بلاش قبل اللغات هقولك نوعية الحب نوعية الحب اللي أنت سألتينه في الأول فأنواع الحب الحقيقة في أكتر من نوع في نوع من الحب بنسميه الحب الطبيعي وفي نوع تادي بنسميه الحب الإلهي الحب الطبيعي حب مرتبط بالأشياء أو حب مرتبط بالأشخاص فمعنى كده يعني واحد حب الأشياء يعني أنا بحب اللون الأحمر أنا بحب اللون الأسود أنا بحب ألبس مش عارف إيه ده حب للأشياء أو حب للأماكن أنا بحب المكان ده وحب المكان ده وفضلوا عن حاجة تاني ده حب للأشياء أي أن كان الأشياء ده أكل أو شرب أو لبس لكن في حب تاني للأشخاص أنا بحب شخص اللي بحبني شخص اللي دمه خفيف الشخص اللطيف الشخص الجنتل إلى آخر من نوعيات دي محبة طبيعية وكل البشر عندهم اختلافات في النوعية دي فمثلاً واحد يحب الشخص الطويل واحد يحب الشخص الأصير واحد يحب الشخص الأمحاوي واحد يحب الشخص الأبيض فكل واحد بيحب حاجة الأكل حتى كل واحد بيحب الأكل بتعميراته فده بيحبه لأنه أكل ليه طعمه معين فيه أكل تاني المصريين محبوش مثلا أكل مكسيكاني مثلا ولا الأكل الاندي الحار أو مش عارف ايه كل واحد بيحب الأكل بتاعه فهي نوعيات دي اسمها نسميها كلمة حب بيحب كذا بحب كذا بحب كذا فدي الحب الطبيعي وده حب موجود عند كل البشر بيختلف نوعيته وشكله من واحد للتاني لكن فيه نوع تاني من الحب الحقيقة اللي احنا دايما بنركض عليه وحب قوي ان الناس تعرفوا ان فيه مصدر تاني الحب اسمه الحب الإلهي فيه تانك تاني للحب ربنا حطه في المؤمنين أولاد الله وبنات الله اسمه الحب الإلهي فيه آية جميلة جات في رسالة روميا خمسة خمسة بتقول لأنا محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطلة لنا فالمؤمنين الحقيقين اللي قبلوا المسيح في حياتهم واللي اتقابلوا مع ربنا مقابلة شخصية واللي بيعيشوا حياة مسيحية حقيقية واللي الروح القدس سكن في قلبهم الروح القدس بيحط في قلبهم نوع تاني من الحب اسمه الحب الإلهي فدائما أنا أقول لما ينشى في الحب الطبيعي حلو نحول السويتش كده على الحب الإلهي مرات كتير ما نعرفش نحب بالحب الطبيعي في علاقاتنا بالذات مع بعضنا أو الحب الطبيعي يعني في نوع من الأخذ والعطى ومرات يبقى نفوش مرونة وكده مش عارفين نكمل ده الحب الطبيعي لكن اللي عنده استعداد أنه ياخد من الحب الإلهي ويبقى عنده نوع من الحب ده اللي يعرف يحب الآخر زي محبة ربنا ومحبة ربنا تتميد بأنها محبة غير مشروطة ومحبة غير محدودة فاحنا محتاجين قوي ناخد هذا النوع من الحب طبعا الناس كلها بتقول طب هنجيبها منين محبة ربنا دي إزاي أحب آخر محبة غير محدودة وزاي أحب الآخر محبة غير مشروطة ولسيما نحن كبشر بطبيعتنا عايزين ناخد وندي ما ينفعش واحد يقول لك أنا أخد على طول أو واحد يدي على طول عايزين نتعلم كده لكن الحقيقة مرات كتير اللي تعلم الحب الإلهي تعلم يدي 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 أكتر حاجة بتتعبنا إن احنا مرات كتير وإحنا في طريق العطاء يجي شتاني حالي بنقول هتوقت تدي لغا تمتق يعني المفروض بقى تاخد تيجي ولا كواتي أنت تاخد يعني صح ولو أنا حتى أوقف وفكر إن أنا أخد وملقتش إن حد طرف تاني يدي أو آخرين يده فهتكون النتيجة إن إحساس بالجوع أو العطش النفسي والعاطفي لإني أنا محدش بيحبيني ودي مشاكل بتسبب مشاكل نفسية كبيرة قوي في حياة البصر في عدم قبولهم لنفسهم وفي صغر النفس إلى آخر الحاجات دي اللي ممكن تؤثر فيه حتى السلويكيات الإنسان فالإنسان عايز يتعلم الأول يحب ويحب بطريقة صحيحة والطريقة اللي دايما نقولها لكل واحد اتعلق بربنا خد حب حقيقي من ربنا لما ياخد حب حقيقي من ربنا هيعرف يدي الآخرين حب سفنجة حياتي لما تبقى مليانة بالمحبة أعرف أوزع منها للآخرين لكن أنا لو عطسان ونشفان مش هعرف لأنا أدي حد وكل اللي قرب مني حتى ممكن يتجرح مني لأن أنا مش عارف أدي حد حب حقيقي فالتدايا الحقيقي أن أنا أحب ربنا عشان أتملي بمحبته ولما أتملي بمحبته حياتي تتملي بمحبة الله فتعطي الآخرين الحب الحب الإلهي الحب الإلهي في حب تاني الحب الطبيعي اللي قلنا عنه والحب الإلهي الأشياء وفيه حب الأشخاص حب الأشخاص وحب للزوجين هنقول كمان حب الأشخاص أي أن كان حب الأشخاص دول حب الراجل المراته حب العبه الأم لولادهم أي أن كان حب الأشخاص فدي حب مرتبط حب الأخوات حب الأباء كله ده نوع من أنواع الحب في العلاقات فده نستمده من محبتنا الحقيقية من خلال شخص المسيح فحب الناس دي كويس أنا أحب ربنا الأول واتملي بمحبته ومحبة ربنا لما تملح حياتي هقدر أحب الآخرين فحنا محبتكين ناخد منه عشان نعرف من ده خدوهات صحيح عارف خدوهات صحيح بس خدوهات مع ربنا مع ربنا مش عاليز ده أكيد أصلا الناس مغرضة لما تدي عايزة تأخد المقابل مازبور محدش بيدي حد بلاج لكن الحب الحقيقي يعني سوع حب بدون مقابل بالزبط هو أحبنا أن يعطي بلا حدود بالزبط بالزبط مفيش تمام لغات الحب لغات الحب جميلة عندنا كتير قوي عندنا لغات حب حلوة طبعا موضوع لغات الحب ده يعني كان غايب على أزهال ناس كتير قوي لغات لما كاتب أمريكي اسم جاري تشابمن كتب حاجة عن لغات الحب وبدت الناس تعرف هذه اللغات وبدت تطبق بطرق مختلفة في المجالات الروحية يعني وبتطبق على مجال العلاقة بين الزوج والزوجة وبتطبق على مجال العلاقة حتى مع الأباء والأبناء يعني بيقولوا أن كل واحد من البشر ليه لغة حب المفتاح لدخول شخصيته أو للوصول إلى قلبه ليه لغة اللغة دي بترتبط بتكوين الإنسان الطبيعي وتفكيره وأهدافه ومبادئه زي تتكوينه على بعضه كده دي بتتبط به فيبيبع عنده استعداد لها بنشابه لغات الحب زي عربية بتمشي بالسولر وعربية بتمشي بالبنزين فالعربية اللي بتمشي بالسولر لو حط لها بنزين مش هتعف تمشي والعربية اللي بتمشي بالبنزين متنفعش هحط لها سولر كل واحدة محتاجة للنوع الوقود بتاعها ايه معنى كده؟ معنى أن كل إنسان محتاج للغة معينة للتعامل معها الحقيقة من خلال الخدمة بنشوف ناس كثير قوي مش قادرين يفهموا أو يعرفوا أو يحددوا لغة الحب عند شريك الحياة أو الأباء والأمهات مش عارفين يحددوا لغة الحب عند أولادهم لأن الأولاد بيختلف تركيبهم وشخصيتهم من ولد للتاني ومن بنت للتانية كل واحد بيبقى له تركيبة مختلفة وعايز طريقة معينة للتعامل معها طيب ايه اللغات الحب اللي احنا بتكلم عنها اللي احنا محتاجين نتعلمها عشان نمارسها ونعيشها مع بعضنا هم خمسة ومحتاجين قوي في اللغات الخمسة دول نركز فيهم شوية عشان نتعلم إزاي نمارسهم كويس قوي أول حاجة اللغة الحب الأولى هي لغة قضاء الوقت كتير قوي من الناس بتحبق محتاجة إن حد يعبر عن محبته إن يعود معه يعني يقولك ما تحبنيش بالتريفون نعود مع بعضنا نحكي مع بعضنا نخرج مع بعضنا نتشارك في الفكرة دي مع بعضنا عايز حد يعود معه الأزواج بزفة خاصة فيه نوعيات ليبقوا محتاجين قوي إن حد يعود معه لو محدش قعد معه وجاب له كل حاجة ووفر له كل حاجة بيحس إنه مش سعيد مش فرحان مش مكتفي لإني لغته عايزة حد يعود معاه فمهم جداً الأعاد والأعاد مش معناها مجرد ده إحنا عاديين فش بعضنا لأ عاديين يعني يعني أنا قعد عشان أستمتع بالآخر حكي معاه هو يحكي معايا أنا أشاركه في حاجة هو يشاركني في حاجة إحنا بنعمل حاجة مع بعض بنفكر مع بعض بنحقق أهدافنا مع بعض إحنا الأعاد مهم قوي قضاء الوقت كتير قوي من الناس لما بيبدوش وقت مع بعض بيحسوا إنه في حاجة تانية واخدة منهم شريك الحياة وده أمر خطير يعني مثلاً لو واحد يحب الشغل مراته ممكن تحس بتغير لإن الشغل واخده منها مازفور أو واحد مثلاً عنده نجاحات معينة سواء في بيزنس أو في أي حاجة وكل ما بينجح وبيتسع أكتر كل ما يقضوا الوقت أكتر فعايز أقول إن لو مراتك من النوعية اللي عايزة تقضي معها وقت لو سمحت حاسس مراتك إن هي أهم من الشغل بتاعك رغم إن الشغل مهم هو ده اللي بيجيب لك الدخل اللي بتعيش منه وهو ده اللي خليكم تفتحه البيت وبتصرفه عليكم لكن لو دي لغة مراتك حاول تبقى متوازن مش أقول سيب الشغل أو خلي الشغل يفشل لكن حاول تتوازن معها لو ينفع تاخدها معك يبقى كويس بحس إن هي كمان تعيش معك تبقى أنت بتقضي وقته مع بعضكم فيبقى هي إذا عندها لغة قضاء الوقت ده جواها هي بتعرف كمان تستمتع بالوقت معك وتبقى شعرة بيك وحاسة باللي أنت بتعمله فيبقى حلو قوي لو دي لغة الحب عندها مشاركتها ليك في الحياة العملية يبقى شيء كويس فدي لغة مهمة جدا عند بعض الأشخاص بتفرق معاهم قوي أنا بعرف ناس كتير قوي يوصلوا لما راحل صعبة قوي يقربوا ينفصلوا بسبب إن الزوج مشغول وإنه مش عارف يعمل نوع من التسوية في العمل أو إنه يقلل من ساعات العمل خير يعني مش عارف يعمل حاجة وهي مش قادرة تتأقلم مع القصة ده هي فمرة تقولوا لا لو وصل خسارة العمل ولخسارة شريك الحياة التحدي صعب الحقيقة إنه كل يوم هقعد ساعتين مع امراتي وآجي مثلا مرة في الأسبوع هقول العصرية دي أو الفرس اليوم ده أنا هقضيه مع امراتي بحيث إنه أنا حط في برنامجي اليوم إنه فيه أوقات لازم نقعد مع بعض فيها فيه أوقات لازم إحنا نطلع نخرج مع بعض فيها هي تحس بإنه جنبيها وشعر بيها وحاسس بيها وبنتواصل مع بعض كل يوم نخلالها فقضاء الوقت دي لغة مهمة جدا عايزين نتعلم زي كل واحد يفهم الشريك الآخر في الناحية دي هاي دي اللغة الأولى اللغة التانية محتاجين نتعلمها وهي لغة الكلام والحوار الكلام مهم كتير قوي مفاتيح شخصيتها الكلام الحلو وأنا عايز أقول الحياة بالاختبار تضح إن الرجال يحبوا يسمعوا كلام حلو والستات يحبوا يسمعوا كلام حلو مرات كتير قوي احنا نقول الستات بس اللي يحب تسمع الكلام الحلو لكن كتير قوي مرات بننسى إنه كمان فيه كتير قوي إن الرجالة بيحبوا الكلام الحلو والكلام الحلو حلو للوداني يعني حلو للشخص إنه يسمع تقدير الآخر كلمتين يعني إعجاب من الآخر متح من الآخر وحيا مجالات الكلام والمتح والجميلة قوي إن واحد كلم يعني حلو قوي لعنين لما تبقى حلوة أشوف كل حاجة جميلة أقدر أشوف مراتي لبساها جميل فامدحها على لبساها شعرها جميلة مدحها على شعرها ترتيبها في البيت جميلة مدحها على ترتيبها في البيت أكلها جميل فامدحها على أكلها الجميل علاقاتها جميلة مع الناس فامدحها على يعني الكلام الجميل حلو ومرات كتير قوي الكلام الحلو يعني الكلام الجميل والحلو يبقى زي شهد العسل كده يعني كأن الواحد بيأكل عسل بيبلع كلام جميل قوي حلو والودان تحب تسمعه كلنا محتاجين نقول لبعض كلام حلو واللي ما بيعرفش يقول كلام حلو بصراحة مرات نعلمه نقوله اكتب وقول احفظ يعني مرات بنحفظ بعض الناس نقوله اتعلم اكتب قول كلمتين دول انا بحبك انتي غالي علي انا ما قدرش عيش من غيرك انا مش عارف كنت ابقى شكل ايه وانتي مش معايا كلام حلو الست عارف لما الواحد يقعد يقولك اول مرة حتى لو قالها بشفيفه بس تكراره مرة بعد المرة هيخليه هيعلم يقولها من القلب فهيتعلم يقول كلام حلو فكتير قوي المرات بنقول لا لو لو ما تعرفش تقول كلام حلو لو سمع تتعلم انك تقول كلام حلو لان شريك الحياة محتاج ان يسمع كلام حلو طب الكلام ده من ناحية الستات طب الرجال يحبوا يسمعوا كلام حلو برضى الرجال يحبوا يسمعوا كلام حلو فالستة لما راجل يجي مرهق تعبان تقوله ربنا يخليك لينا ما نتحرمش منك انت اللي فتح البيت احنا من غيرك ما نعرفش نعيش كلام حلو كده حتى وان كان فيه نوع من المجاملة بل المجاملة حقيقية مش وحشة لكن في نفس الوقت بتفرح القلب حس ان الواحد انه التعب بتاعه اللي بيتعبه من اجل الاخر التعب مريح تعب جميل يعني الواحد سعيد انه يتعب مدام شايف ان الاخر بيقدر التعب بتاعه ده ودائما بنقول كلمة شكرا جميلة قوي يعني مش عارف فاق هنبخل ليه على بعضنا ان احنا نقول شكرا ومرسي على الحاجة الحلوة دي شكرا على الحاجة الحلوة دي ولما حد يقول شريك الحياة يعمل حاجة او زوجة تعمل حاجة شكرا على انت عملتين عملت نشوار شكرا على انت عارف ايه نقول لبعضنا الكلام الحلو يعني فنفتح حنفية الكلام شوية ونقول بطريقة جميلة الكلام عشان الكلام واحدة من وسائل التواصل الايجابية اللي تنفع اللي اتنين يحكوا مع بعضهم فحلو ان احنا نستخدم الكلمات الحلوة ان احنا نحكي مع بعضنا فيها فلو لغة الشريك الحياة لغة الكلام والتعبير على الحب بالكلام لو سمحت او لو سمحتي ما تبخلوش على بعضكم انكم تقولوا لبعض كلام حلو دي اللغة التانية اللغة التالتة اعمال الخدمة يعني اعمال خدمة فيه شخصيات كتير قوي بنقول عليهم شخصيات عمليين يعني يقولك بتوع الكلام دول رومانسيين عايزين الكلام والرومانسية والطبطبة لكن بتوع العمل بقى عايزين شغل عملي يقولك انا رجل عملي الحياة عملية انا عايز حد يقى في جنبي انا عايز حد يسعدني انا عايز حد يشير عني الشيلة انا عايز حد يدعمني وهي الاسيامة لما تبقى في مجتمعات يعني فيها الحياة صعبة ومحتاجة لدخل جامد فمحتاج ان الزوجة تشتغل والزوج يشتغل اللي اتنين يشتغلوا عشان خاطر يدعموا يصرفوا لان التكاليف بتبقى عالية يدعموا باله ويساعدوا محتاجين يصعبوا بعض كتير قوي من الناس تقول ايه مثلا انا بعض سمعت مثلا انت اللي تجوز تاني وانت المسؤول عن البيت وانت المسؤول عن كل طلبات البيت وانت اللي تجيب كل حاجة والعيال مش عارف يقولوا انت قلفتونا ليه ما انتو قلبتونا عشان خاطر يعني مفروض تصرفوا علينا فالاسلوب ده مرات كتير يعمل ضغط شديد على الأب مثلا فانا عايز اقول ان احنا نساعد الأب ده الجماعة الحياة العملية محتاجة اتنين يساعدوا بعض لما الرب تكلم لآدم عن الزواج تكلم عنه باسلوب جميل قوي فاصنع له معينا فالزواج فيه معونة وفيه شخصية معينة واحنا نحنزين نتعلم نعيم بعضنا يعني ايه نساعد بعضنا يعني ايه ندعم بعضنا يعني ايه نحط دينا في دينا بعضنا يعني ايه نعب جنب بعضنا الحياة بصعوباتها الطبيعية ما ينفعش اني نأسيب واحد يعمل كل حاجة وانا فاتفرج عليه لازم اكون عملي اكتر اقدر ادي بطريقة عملية اكتر اقدر اساعدوا في حاجة عارفة لو حاجات صغيرة اقدر اعملها مثلا كتير قوي من الناس فهمة اني ان الاكل والشرب بدا شغل الست وان العيال ونظافتهم وحمامهم ومش عايب بدا شغل الست ومتخيلين اني اني ان الرجالة يعني كده حاجات ممنوعة ان الرجالة تعملها او عيب او عيب او عيب نحن البذات الرجالة والشباب لازم يتغيروا حي لازم يفهموا ان الحياة العملية دلوقت بايش حاجة اسمها حاجة تعملها ستات وحاجة تعملها رجالة فمثلا كنا فاهمين زمان ان الطبخ بتاع الستات ايو النهاردة معظم قنوات الفضائية اللي بتقدم طبخ رجالة هزب كلهم رجالة هما لشوف فلان الشف فلان الشف فلان ايو حشي ايو في المطاعم الكبيرة دلوقتي كل الناس اللي شغالوا في المطابخ فيها ام كلهم رجالة في المطاعم الكبيرة إذن طبيق ده مش شغلة الست بس لا شغلة الست وشغلة الراجل وياما رجالة أنا بعرفهم بيعرفوا تبخوا طبيق كويس قوي ويعملوا أكل حل وقوي ويساعدوا سأوجاتهم في أنهم يعملوا الفكرة أنه ما فيش حاجة اسمها دي حاجة ست وحاجة الراجل بيتحيات العملية دلوقتي أنا أمدي إيدي ما عندش مشكلة أنه أنا لو مراتي ما تعبانة أنا أدخل المضخ وأنا لأطبخ لو لقيت الحض مليان موايين أنا أقدر أمدي إيدي وأخسل أطباق والكبيات ما فيش مشكلة أن أنا أعمل حاجة لأن دي طبيعة الحياة نبقى عمليين ده اللي نسميه الشخص العملي ففيه لغة حب عند بعض الأشخاص أنك تساعدوا بأنك تبقى شخص عملي معا والكتاب قال لنا عن هذا النوع من الحب لا نحب بالكلام واللسان بل بالعمل والحق فالعمل والحق يعنيه ما قدرش أقول أنا بحبك يا مراتي قوي 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 بس شايفها مدبوحة شايفها تعبانة شايفها مرهقة جدا شايفها يعينها طالعا على الولاد شايفها مش لقية أربع خمس ساعات في النهار تنامهم وهي مضغوطة وأنا أعود أتفرج عليها وأنا ممكن أزود عليها الأعباء كمان ولا ممكن لو سمحت تعمليه لي كذا وتعمليه لي كذا وتبقى هي تعبانة وأنا كمان أتعبها بزيادة أنا عايز أقول لو لغة الحب عند الشريك أن أنا أعمله حاجة أو أساعده بنقاف جنبه أنا أعتقد أن اللغة جميلة جدا في الأيام اللي إحنا فيها دي محتاجة أن نتعلم ندعم بعضنا ونسند بعضنا ونحن نقف جنب بعضنا دي اللغة نمرة ثلاثة اللغة الرابعة بحبها قوي هي لغة الأحضان والقبولات والحقيقة اكتشفنا أن أحضان والقبولات لغة كتير قوي من الناس ويعني كنت بقى رح في الزيارة فكنت بقول كلمتين دول للمتزوجين الكابل اللي كنت بقى زوره فاكتشفت أن الزوج لغة الحب عنده نمرة واحد هي الأحضان والقبولات فأنا كنت تفكر أن الأحضان والقبولات زمان الناس قولك إيه هو بس الستات واللي هم المحتاجين للطبطبة والأحضان والقبولات لكن تضح أن كتير قوي أن الرجالة أول لغة عندهم هي لغة الأحضان والقبولات الست اللي تعرف تاخد جزء في حضنها والطبطب عليه تاخد عنه يعني تعرف توصل لقلبه من خلال الأحضان الدافية أنا عايز أقول مرات كتير قوي نبخل على بعضنا أن نحن نعمل كده وأقول في الحتة دي حتة حاجة مهمة الحقيقة وهي أني إحنا بيوتنا اللي تربينا فيها ما شفناش فيها نوع من الأحضان والقبولات كتير قوي يعني والدينا وأجدادنا ما كانوش دي طبيعة الحياة بتاعتهم هم كانوا يحبوا بعض آه يحترموا بعض آه يتعاملوا مع بعض بالطريقة جميلة آه لكن ما عندهم شيء لا تعبير عن لغات حب ولا يعبروا عن حبهم بالأحضان والقبولات لكن أنا شايف أن الأيام دي بالذات محتاجين قوي نحن نكتر من الأحضان والقبولات بمعنى أن نحن نحتضم بعض ندفي بعض نشجع بعض ومرات كتير قوي اللمسة الحلوة والطبطبة الجميلة مرات تغسل التعب لما يبقى الراجل جاي تعبان وحاسس بالإرهاق وقاعد كده بيلتقط أنفاسه وتيجي الست تاخده في حضنها وتقوله ربنا يخليك لينا ما نتحرمش منك يا كل التعب بتاع اليوم يحس النراح أو لما يجي الراجل يعمل كده لمراته وهو داخل يلاقيها وقفة في المطبق وتعبانة معرقانة ياخدها في حضنه كده يقولها ربنا يخليك ليه يا ما تحرمش منك انت انت نورت البيت عارف كلمتين الحلوين والحضن الحلو ده هيخليها تنسى كل التعب بتاعها وعايزين نتعلم ان احنا نفتح الحنفية شوية بتاعة الأحضان والقبلات زمان قالوا بقولها بتقول عارف عايزت تبين انك بتحب ولادك ازاي حب أمامتهم عايزت بره انك بتحب ولادك حب أمهم والولاد لما هيطلعوا ويشوفوا بابا بيحبوا ماما هيطلعوا في جو صحي جميل انا يعني في الخدمة بنشوف مشاكل مثلا راجل بيدرب مراته مثلا نقعد نسأل الراجل ده ونقعد نسأل فيه كده ونحاول نعرف ايه الاسباب اللي خليه بيعمل كده نكتشف انه وهو صغره شاف أبوه بيدرب أمه فترسب جواه في أعماقه انه انه ان الراجل اللي يضرب مراته ده حاجة طبيعية في حين ان احنا فاهمين كويس قوي ان ده في منتهى الخطأ وفي منتهى الخطورة ان يحصل كده فخلوا بالكم يا ابا يا امهات من اللي بتعملوه قدام ولادكم مرات يبقى عندكم مشاكل ومرات يبقوا مختلفين مع بعض ومرات يبقى صوتكم عالي مع بعض فلو سمحتوا لما يحصل حاجة لو سمحتوا فلع نفسكم قوضة وعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه مع بعضيكم بس مش قدام ولادكم اوعوا تغلطوا وتعملوا اي نوع من مظاهر العنف او الاساءة والتجريح قدام ولادكم للأسف ولاد كتير قوي شافوا اباقهم ومهاتهم بيعملوا ايه مع بعضيهم والولاد النهاردة نفسيتهم محطمة وناس كتير قوي حتى رفض فكرة الجواز يعني في بنات في منتهى الجمال ورائعين جدا لكن عند حتة الجواز دي مش عايزين يتجوزوا ليه مش عايزين يتجوزوا؟ اتعقدوا من الجواز عندهم خلفية ان الراجل بيان شكله حلو لكن بعد كده تحصل منه المشاكل فيقولك لا احنا شفنا بابا بيعمل كده وده نموذج للراجل فبيخافوا من كل الرجالة يفكروا ان كل الرجالة بتعمل كده فانا عايز اقول نعالج نفسنا لو واحد عنده مشاكل من هذه النوعية ما عرفش بحب اقول العبارة دي يمكن تكون صعب على البعض عايز اقول انه لو انت من النوعيات اللي مش بتعرف تتعامل بطريقة محترمة مع شريك الحياة ما تتجوز افضل منك تتجوز في ناس عندها امور شخصية يعني بتسبب مشاكل صعبة جدا في الحياة الزوجية وبتبقى فعلا امور احنا ما بنعرفش ننتعامل معاها لاني حارات سد زي ما بنقول كده ندخل فيها ازاي نعمل فيها ايه؟ السبب ان شخصية الراجل او شخصية الست بتبقى اصلا فيها كم من المشاكل النفسية اللي تربت جواها عملت الكالكهة النفسية دي قال يوم مش قادرين يعبره او يعدوا المشاكل فانا اتمنى من قلبي اني نتعلم ناخد بانك وايس قوي نعمل ايه قدام ولادنا ونتعلم نغرق ولادنا بالاحضان والقبلات حلو اوي يخد الولد في حضنك وان هو رايح المدرسة وراجع من مدرسة بنتك نفس الحكاية تعلموا انكم تعملوا كده مش بس الام اللي تعمل كده لكن بابا كمان يعمل كده وماما تعمل كده وبابا وماما يحبوا بعضهم ومش غلط ان احنا نمارس هذا النوع من اللغة اللي هي لغة الاحضان والقبلات في علاقاتنا جوا البيت الامر الاخير في لغات الحب وهو لغة الهدية مهم اوي ان نتعلم نشوف يعني حاجة نقدمها في مناسبة والهدية لا تقص بغالق جلوها او رقص رقصاية يعني غالية ولا رخيصة لا ممكن تكون هدية بسيطة ورخيصة لكن فكرة طريقة تقديمها وتوصيلها للاخر ممكن تعبر بطريقة جميلة اوي يعني انتم في المجتمع هنا عندكم نص المحلات بشوفها بتبيع ورود فالناس كلها تحب الورد ونحن نستعبل مش عارف مين يستعبل مين في المطار جايب له ورد ومش عارف يروح يزور يجيب له ورد ومش عارف شغط الورد في كتير قوي ناس تحب الورد والورد عندكم شيء جميل ومنظره حل وتقفى يعني لكن هي الفكرة مش الفكرة ان انا بجيب ورد الورد يمكن منظر حلو يخلي الواحد يعني مقبل على الحياة زي الورد المتفتحة انا بأمل ان انت تبقى انت كده جميل زي الورد حاجة جميلة ليها ليها معاني بس هدية صغيرة ممكن حد يحب الهدايا العملية يعني مش لازم اجيب له ورد يقول لك لا الحاجة العملية دي الورد ملوش لازمة يعني ممكن الورد الطبيعي يومين ثلاثة ويجيب في ورمي لكن ممكن اجيب حاجة عملية بمعنى ان اجيب حاجة تنفعه شخصيا اجيب كارفات لي اجيب جاكت لي اجيب قميص لي اجيب لها فستان اجيب لها بلوزة اجيب لها بانطلون اجيب لها حاجة حاجات جميلة اقدر اعبر بيها ولا سيما دائما نقول فتكر عيد الجواز وفتكر عيد الميلاد دول مناسبتين محتاجين اوي 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 انك تقدم ليهم هدايا في بعض الناس بتحب الهدايا الدهب مثلا وعندها ده 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 دمها يعني ولو محدش جاب الدهب ده تبقى حاس انه مش هو ده التقدير يعني لو انت عارف ان مراتك بتحب كده انا اعتقد جميل انك انت تحاول لكن لو ما عندكش الامكانية اعمل اي حاجة بس المهم انك تعملها بطريقة جميلة يشوف اي حاجة يمكن اي حاجة تحبها تاني يعني مش لازم بالضبط انا اهم تشوف ايه اللي بتحبه وابقى دي لغة حب عندها انت تعرف تقدمها دي لغة الحب الخمسة اللي بصلي ان الرب يساعدنا كلنا نعرف تعمل تقييم لكل واحد من الشريك يعني لو انت بتسمعني اعرف ايه لغة الحب عند مراتك في الخمسة دول واحد اتنين تلاتة اربعة رتبقوا بكده وانت كمان لو تسمعيني دلوقتي عملي نفس الحكاية شوفي لغة الحب عند زوجك ايه واحد اتنين تلاتة اربعة واعملوها كمان مع الاولاد مثلو عندكم بنتين البنت الكبيرة لغة الحب عندها هتلاقوها مختلف عن البنت الصغيرة فتعلموا ايه لغة الحب عند ولادكم عصا انتعرفوا تتعاملوا معاهم لو لغة الحب عند البنت الكبيرة احضان وقبلات ولغة الحب عند التانية قضاء وقت هتبقى لازم تعملوا كده بارح كنت في زيارة ولقيت قالولي البنت الكبيرة عايزة ماما تقعد جنبها وبابا يقعد جنبها عايزة طبطب عليها ولما مايقعدوش جنبها تحس انها ماما بمتحبنيش ليه انتي مش بتهتمي بيا ليه انتي بتحبي اختي اكتر مني فالام قالتلي اه هنكونش وقتة بالي ان دليل لغتها لغتها عايزيني ابقى جنبيها اه ده لغة قضاء الوقت اهو فالبنت الكبيرة دي هي الام ذي مع اولادها دي بزبط اه هي الام تعمل كده مع لكن البنت الصغيرة البنت تحب الاحضان والطبطب والقبلات والشيلوش عارف ايه دي لغة ودي لغة فلازم نتعلم الأمهات والأباء يتعلموا يتعاملوا مع اولادهم كل واحد بلغة الحب الطبيعية اللى موجودة عنده فدي حاجه ربينا حطها فينا لازم نحترم بعض فيها يعني انا عارب بعض كمان الناس يعني يعني وفي انا كمان شخصيا يعني وانا رايحة وانا جاية مع الولاد I love you يعني في حاجة اسمها ترابط ترابط بيني وبين ولادي يعني اي اكلموا مثلا في التليفون هيا جيسون هاواريو ازايكم عاملين ايه كويسين طب انا حبا اطمن عليكم وانا بعد ما اقوله باي باي I love you have a nice day لما اكون بوديين مدرسة اللي سكل بتاعته وبنزله بقوله I love you and the happy nice day هي لغة فعلا لغة والولاد كمان يعني بيشعروا بالدفء ده من خلال عبويهم سواء الاب او الام بيشعروا ولما بيلاقوا الاب والام بيعملوا كده على طول هم هيكبروا على نفس نفس الاسلوب وعنفس الحياة صحي دكتور عاطف صحيح بيطلعوا مبنيين على اساليب صح ومفاهيم صح عن الحب الحقيقية فكلمة مش هتكلفك حاجة بس انت فعلا بتقولها من قلبك بتقولها من قلبك بتقوليها من قلبك بتقوليها من جواكي مشاعرك كلمة I love you have a nice day بتتعمل عليهم باستمرار هو ده الشيء الجميل اللي بتقدر تكون بتبني اولادك عليه من صغرهم علشان يجبروا عليه لما يجي ابن الكبير ولو ابني الوسطاني لما بيطلعوا لا وهم حتى راحين للمدرسة ابني الوسطاني بيروح ماشي المدرسة صدقوني كل يوم قبل ما يمشي I love you mommy bye bye I love you dad bye bye كل يوم لان فعلا فعلا هم اتربوا من صغرهم love love بقى وحبه وحاجة جميلة بين الاباء وأولادهم حاجة جميلة قوي فعلا بنتكلم عن الموضوع دوت والنتيجة اللي احنا اكتشفناها من خلال السوشيال ميديا والعلاقات الزوجة فيه مشاكل كشير قوي 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 ما بين العلاقات الزوجية عشان كده احنا قررنا النهاردة نكلمكم في هذا الموضوع وان الموضوع دوت مهما كلمنا فيه واقعادنا نتكلم فيه من هنا للسنة الجاية مش هيقدر حتى مش هيخلص لان الموضوع فعلا يعني حلو بالناس كشير قوي الناس كشير قوي محتاجة تكون بتفهم اكتر وبتعرف عنه اكتر وكل ما يكون على طول في ذهنك وعلى طول كل ما بتسمعوا عنه عن الحب الحقيقي بين بنا وبين الله اولا زي انه كون بنحب ربنا جدا بنستمد منه الحب الحقيقي وبعد كده نكون بنوزعه على الاخرين ده شيء مهم جدا بشكر كل الناس اللي امتابعينا على السوشيال ميديا واللي دايما بتشجعنا ودايما معينا احب اقول لكم على رقم التليفون مرة تاني انا مش موجود الرقم التليفون موجود على الشيشة صح؟ ولا لسه متحدش موجود موجود تمام حلو قوي موجود على الشيشة قدامكم قدام حضراتكم اللي حابب يكون انا عارفة ان فيه لغباتها شوية في التليفونات لان لما حصل مشاكل في التليفون الناس كتيرا كيتحابة تكلمنا في الوقت اللي فات على البرامج وهما كمان يعني حاولوا يتصلوا بنا عبر السوشيال ميديا ويلونا التليفونات ما قالها حصل لها ايه بس غزبا عننا لكن الرقم الجديد دوت هيكون معنا عطول وانا يقدر نكون بنستقبل تليفوناتكم وتلبط صلواتكم تعالوا بسرعة بسرعة نروح للفاصل اللي جاي مع التليمة الجميلة اللي هنعرضها معكم على حضراتكم دلوقتي اتمنى اتمنى الحب والسعادة ما يكونش كلام لكن يكون جوانا وزاي نكون بنستمد الحب الحقيقي من شخص المسيح نفسه تعالوا مع بعض نروح للفاصل اللي جاي ونرجع نكمل مع حضراتكم اوعد تروحوا في اي مكان هنرجع وهنتكلم معاكم وهنكمل حوارنا مع دكتور غاطف ألبير اشتركوا في القناة عمري ما دؤت سعادة في قلبي ولا حاسيت في سلام في حياتي إلا في قربك انت يا ربي بانس ألامي واحتياجاتي عمري ما دؤت سعادة في قلبي ولا حاسيت في سلام في حياتي إلا في قربك انت يا ربي بانس ألامي واحتياجاتي ماشي في البر يا معايا ماشي وساند إيد عليك واسمع وعدك افرح بي ولازم يثبت فرح فيك ماشي في البر يا معايا ماشي وساند إيد عليك واسمع وعدك افرح بي ولازم يثبت فرح فيك طول ما عينيالك مرفوع يفضل قلبي بك مرفوع وتعب لما بحول عيني عناك وابقى فأروجوع طول ما عينيالك مرفوع يفضل قلبي بك مرفوع وتعب لما بحول عيني عناك وابقى فأروجوع ماشي في البر يا معايا ماشي وساند إيد عليك واسمع وعدك افرح بي ولازم يثبت فرح فيك ماشي في البر يا معايا ماشي وساند إيد عليك واسمع وعدك افرح بي ولازم يثبت فرح فيك موسيقى مهما يكون الحزن في قلبي مهما بعد افضع في ودي ربنا دايما بك مرفوع فوق الصعب معايا صديق مهما يكون الحزن في قلبي مهما بعد افضع في ودي ربنا دايما بك مرفوع فوق الصعب معايا صديق ماشي في البر يا معايا ماشي وساند إيد عليك واسمع وعدك افرح بي ولازم يثبت فرح فيك ماشي في البر يا معايا ماشي وساند إيد عليك واسمع وعدك افرح بي ولازم يثبت فرح فيك ورجعنا لكم من جديد في لقاءنا اليوم في اللقاء الروحي وبنتكلم على موضوع شايد جداً كلنا محتاجينه في الوقت اللي جاي ويمكن مقدرناش نكون بنقدمه في حياتنا سواء في بيوتنا مع حباءنا مع أولادنا مع أصدقائنا في عراقاتنا يمكن ما كناش قادرين نكون بنفيد من حب المسيح لحب الآخرين من قدامنا لكن في الوقت دوت الرب أكيد أصد يكون هذا الموضوع عن الحب والسعادة يكون موجود ويكون بنتكلم عنه أكتر وأكتر علشان نرجع بأنفسنا شوية وراء كده ونشوف هل نقدر في الوقت الجاي نقدر نقدم هذا الحب ولا هكون صعب بالنسبة لنا وإيه المعطلات اللي ممكن نكون بتسببها أو بتبقى سبب في حياتنا علشان ما نكونش منقدم الحب أكيد في معطلات معينة عشان كابل راحب مرة تانية بعد الفاصل بجناب الدكتور عاطف ألبيرت وهو خادم للرب عنده خدمة رائعة في أسيوت وتجاول كمان في الخدمة عنده كلمة الرب حقيقي بشكرك مرتين لموجودك معنا بعد الفاصل بنوّر استوديوهات كناة الطريق ودايما يا رب بالبركة والخير في حياتك شكرا ودايما كلمة الرب اللي فيك تكون مندودة لأقصى الحدود شكرا شكرا نرحب مرتين الدكتور عاطف بنتكلم النهاردة عن الحب والسعادة تكلمنا عن أنواع الحب تكلمنا عن لغات الحب خمس لغات احنا تكلمنا عنهم أول حاجة القعدة القضاء 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 من الوقت تاني لغة هي كلام كلام إزاي نكون بنتكلم مع بعدينا تالت حاجة الأحضان والكوبلات وأعمال الخدمة وأعمال الخدمة والهدية وكمان آخر حاجة كلمنا عن لغة الهدية إزاي نكون بنقدم هدايا لبعدينا البعض في المناسبات وحتى لو مش مفيش مناسبات واي نوت اللي احنا نكون بنقدم مش الهدية مش في تمنها لكن الهدية تعبيرا عن الحب اللي موجود جوانا تجاه الآخرين حتى لو بهدية بسيطة بنقدر نكون بنقدمها وبنكسب محبة الآخرين كمان لنا الحب المتبادل زي ما قلنا في بداية حلقة يعني ايه نبادل الحب خد وهات يعني مع بعدينا كده بالحب نورتنا مرة تانية شكرا دكتورنا عاطف هل يوجد في كتابنا المؤدس نمازج أو نموذج رائع بيكلمنا عن الحب الحقيقي؟ الحقيقة الكتاب مليان بالمواقف اللي فيها حب ولازم لما ابتدي ابتدي بمحبة الرب المحبة الحقيقية اللي احنا شفناها هي محبة الله لنا لأنه نحن بعد خطاط مات المسيح لأكلنا فكوني أنا خاطئ وفاسد وشرير واستحق العقاب والدينون والله يحبني بهذا المقدار من الحب وييجي بنفسه يضحي ويموت بركاني وديني حياة أبدية لما ارتبط دي وغفران أبدي لما أقبله في حياتي ده أسمى مستوى من الحب وهو رب قال كده ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأحد الحب فده مستوى الحب لكن في كتير قوي مارسوا الحب في حياتهم فمثلا لو رجعنا للعهد القديم نلاقي يعقوب أحب رحيل وخدم بيها سبع سنين أوفر عشان يتجوزها ويقول كتاب عن السبع سنين كانت في عينيك أيام قليلة فيعني هو قعد اشتغل 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 بعد ما قالوا له أنت لازم تقعد كمان سبع سنين عشان أنت تتجوز فقعد سبع سنين وكانت سبع سنين دي كانت في عينيك أيام قليلة لأنه كان بيحبها فمارات كتير الحب يبقى زي ما بيقول كده يدي طاقة الحب يدي بنزين للعربية يدي إمكان اللي هو لأنه كان مليان بحب رحيل حقيقي ما كانش قدر يتحمل وبعد كده برضي قعد فترة تاني بعد ما تزوج رحيل وقعد مع خاله وكان فيه مشاكل موجودة لكن اللي خلى يعقوب احتمل هو أنه كان بيحب أنا عايز أقول لما يبقى واحد بيحب حد بيبقى عنده السعداد أنه يضحي ويتعب لعجله عندنا صورة تانية برضي محبة داود اليوناثان داود صنع الانتصار العظيم لما انتصر على جليات وأخذ سيفه ومنطقته وبعدين حب يوناثان ابن شاول حب داود جدا وهما الاثنين كانوا في علاقة صداقة وحب جميلة ولما حب يوناثان يعبر عن حبه لداود ادى له سيفه ومنطقته وقوصه يعني عايز أقول طريقة تعبير شخص كان تعبير حاجة عملية يعني مش بس بيحبه لكن كمان ادى له حاجة من عنده تعبر لي أنه مازال بيحبه عشان كده لما قتل يوناثان رثى داود يوناثان وقال له تعبير جميل قوي قال له محبتك لي أعجب من محبة النساء وكانه عايز يقول أنا ملقيتش حب وإخلاص ووفاء زي حبك يا يوناثان لي فده تعبير عن الحب الحقيقي مثلا في العهد الجديد عندنا صور كتير للحب يعني فمثلا نلاقي في قصة المرأة التي غفر لها كثيرا قالي الرب يسوك كده في إنجيل لقاء أحبت كثيرا لأنه غفر لها كثيرا فقصة أحبت كثيرا لأنه غفر لها كثيرا هي عايز يقول للرب أن هي شعرة قد ايه كانت وحشة قوي المرأة الخاطئة دي ولما جات للرب جات بالحساس بالندم والتوبة وعايز تخسر رجليه بشعر رأسها فإحساسها بالتقدير والحب للرب خليها كمان تسكب قرورة الطيب فأنا عايز أقول إنها أحبت كثيرا عشان كده غفر لها كثيرا فكل ما إحنا نحس ديه ربنا غفر لنا كثير هلقى نفسنا بنحب ربنا كثير فالمحبة الكثيرة ترتبط بالغفران الكثير على قد من أسعى ربنا حبيني قوي هعرف إنه حبيني قوي لإني غفر لي كثير قوي وأنا مديون لي عشان كده أنا محتاج أحبه قوي قوي كثير قوي الناس حبت الرب زي مثلا ماريا من مجدلية الرب طلع منها سبعة شياطين وتملأ قلبها بمحبة الرب عشان كده نلاقيها واحدة من أول الناس اللي كانت في فجر القيامة بتروح تدور عن الرب وتبحث عنه وتقابلت مع الرب في البستان فعبت تحبر عن محبتها عايزة كأنها تقول للبستاني قل لي أين وضعت ومش غولة قوي فما قلتوش اسمه وكانه لو البستاني ده كان شخص عادي غير الرب نفسه اللي كان وقف معاها كان يقول هتا بتحكيله على مين مين اللي قلبك كده ومين اللي شغل عقلك ده فهيه كانت مشغولة قوي بربنا محبة يسوع ليها عشان كده كانت مليانة قوي بالمحبة دي فضحت وطلعت بدري والظلام باقي راحت تبحث عن المسيح ففيه مظاهر كتير قوي للمحبة يعني احنا محتاجين قوي لتعلمات طبعا عندنا أصحة جميل قوي في الكتاب في كونسولة 13 معروف اسمه أصحة المحبة وأصحة المحبة جميل قوي بيتكلم عن المحبة مش بس من الناحية التعليمية لكن كما بتكلم عن محبة من ناحية التطبيقية فأصحة ناصر من كونسولة أولى بتكلم عن المواهب الروحية وبعدين بيتكلم عن أن المحبة هي الطريق الأعظم من المواهب وبعدين أصحة 14 بتكلم عن تطبيقات العملية للمواهب فأصحة 13 بتكلم عن محبة بيقول كده كنت وأتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرته نحاسا يطن أو صنجان يرين وده عايز يقول أني ممكن أكون عندي أحلى كلام عارف أقوله لكن وبتكلم بلغات زي لغات الملايكة مش بس الناس لكن من غير المحبة ملهاش أي لازمة إن قدمت جسدي حتى احترى ولكن ليس لي محبة لا أنتفع الشيئاً يعني عايز أقول الكتاب بيقول لنا مرات كتير قوي نقول كلام والمحبة تبقى شكلها جوفاء لكن من غير المحبة الحقيقية العملية ربنا ما بيتكاوبش ربنا بحبش التمثيليات يعني عشان كده لما قال عن المحبة المحبة لا تسقط أبداً المحبة تحتامل كل شيء المحبة تصدق كل شيء المحبة لا تزدنا السوق إلى آخر الصفات الجميلة اللي تكلم عنها اللي المحبة بتعملها فينا واللي المفروض تظهر في حياتنا إحنا محتاجين نتعلم نحب بعض لما نقعد نتكلم بقى عن تطبيق المحبة في حياتنا هل المحبة دي سهلة قوي إن أنا هتعلم أحب بطريقة كتابية جميلة أو الروع القدس عايزنا نتعلم الحقيقة في حلقاتنا مع بعضنا وعلاقاتنا في البيت بصفة خاصة بالرجل ومراته إن يحب من نفس هذه النوع من المحبة محبة المسيح وأنا عايز أقول المحبة الأولانية لازم تكون هي محبة للذات وليس للصفات لما ربنا حبنا حبنا لذاتنا مش لصفاتنا إحنا كان علينا ما نستهلش نتحب ولازم الراجل ومراته يحبوا بعضهم لذواتهم مش لصفاتهم ولا لفلوسهم ولا لمركزهم ولا لأنه عندهم إمكانيات مش بنحب بعض عشان أشياء لكن احنا بنحب بعض لذواتنا حب قوي نوع من الرقي في المحبة المحبة للذات وليس للصفات ودي محبة ربنا ربنا حبني لذاتي وهو بيحبني وحش بيحبني ضعيف بيحبني خاطي بيحبني عملت حاجات وحشة لزعى ربنا لكن برغمه بيحبني ويدور علي ومسيبنيش بيسأل عني بيرجعني لحبه تاني فدي محبة ربنا المحبة اللي بتعرف تحب للذات لو احنا ما عندناش قدر نوع من الحب في علاقاتنا الشخصية هنلاقي ان احنا بنخسر كتير قوي ليه؟ انا لو انا بحب الشخص لان في حاجة بيستفيد منها منه ولو البلقش الاستفادة دي وصلتني هيتوقف الحب ليه هلاقي نفسي انا مش عارف احبه لانه كنت بياخد منه حاجة وهو وقف ان يديني الحاجة دي فدي محبة اللي بتاخد مش المحبة اللي بتدي لكن المحبة اللي بتدي محبة الهية فدايما كمان اقول عبارة احبها قوي وهي ان قرار حبنا لبعض كزوج وزوجة لازم يكون قرار ارادي يعني انا قررت ان احب امراتي بالرغم من على الرغم من يعني ممكن تصدر منها ضعفات بس ما احبها انا ممكن يصدر انا مني ضعفات هي بتحبني في حاجات صدرت مش عجباني بس هاخد احبها في الضعف وفي القوة احبها في البرد وفي الصحة احبها اتعلم هذا النوع من الحب الحب اللي مش مسروط مش مرتبط بان انا هستفيد من وراه ايه لو انا الحب عندي نضج بهذه الطريقة اللي بعرف احب من غير ما انا اكون بدور على انا باخد ايه من الحب انا اعتقد ان الحب هيكبر الكمال اللي هيسعبني على كده ان انا ابقى في تواصل حقيق مع ربنا يعني في ناس يعني بسميهم مش عارفين يحطوا في بنك الحب رصيد اه او فوصلوا في علاقتهم مع بعض انهم قاعدوا يسحبوا من رصيد الحب اللي بدأ في حياتهم لغاية لما بقي الرصيد zero فمش عارفين يحبوا بعض تاني فانا دايما بنصح لو سمحتوا حطوا في بنك الحب رصيد ما تسحبوش على قد ما تحطوا على قد ما تلاقوا في رصيد الحب ده حاجة حلوة قوي تعرفوا تبنوا عليها في وقت من الاوقات فلما نتعلم ندي لبعضنا ونحط في تانك الحب بتاع كل واحد مننا او في بنك الحب ده رصيد في الحب هيبقى شيء حلوة قوي نحن نتعلم نحب المحبة زي ما يقول محبة قرار تقرر انت بينك وبنفسك او انت بينك وبنفسك بمعنى ان انا اقول انا قررت ان احب شريك حياتي الى مجيء الرب في كل الاحوال هحبه باي طب وضع هحبه في اي ظرف من ظروف بحبه مهما حدث منه هحبه لكن اللي قد طب مستني احبه عشان او بحبه لما يعمل كذا او بحبه حتة هات وخد او ادي وديك اذا انت طب مين اللي يبادر بالحب مين اللي يدي الاول لو الرجل عادي يقول طب انا مستني مراتي انت الديني وهو هي تقول انا مستني انه هو ليديني طب هو مين اللي يبتدي حب لا زوجة تقول الرجل ربنا وصى انت ايها رجال احب ونساكم يبقى لازم هو يحب طب وبعد يقول لا بس الكتاب اوصى هي كمان تخضع طب هي الاول تخضع وانا ابتدي احب طب نبتدي مين اللي يحب عشان يخضع ومن اللي يخضع عشان يحب مش عايزين نقول مين البداية بس احنا الاتنين لو حبينا ربنا ربنا هيولد في قلب الراجل وانه يحب فيبتدي هو بالحب بالحب وهيولد في قلب الزوجة خضوع فابتدي هي تخضع فيبقى الخضوع والحب بينهم هما الاتنين رد فعل العلاقة حقية قوية مع ربنا. حي. فاللي متعارف يبني العلاقة الحقية مع ربنا مش هيعرف يبني علاقة حب حقيقي بينه وبين مراته. فانا عايز اقول اسعد حاجة ان الواحد تشوف مراته مبسوطة او هي تشوف زوجها مبسوط. واسعب حاجة على الواحد ان يحس ان مراته مش مبسوطة. او هي تحس ان زوجها مش مبسوط. يعني عايز اقول مفهوم السعادة عند البعض احنا متكلمناش كتير قوي عن السعادة. لكن بعض الناس بتفهم السعادة انها الاحساس باللزة. والاحساس باللزة ده ده مفاهيم يزا جاز التعبير مفاهيم يعني رخيصة. لانها بتختصر السعادة في الاحساس. في اللزة الحسية. اني انا اكل حاجة فابقى مفصوط. انا سعيد. او امتلكت حاجة فحس ان انا سعيد. او كسبت بكسر حس ان انا سعيد. اختزال السعادة في مفهومها ان انا ان انا عملت حاجة فيها شعرت بلزة. هو ده السعادة. الحقيقة انا عايز اقول ده مفهوم قليل جدا. بس الاسف كم من الفلاسفة اليونانيين ولا سيما ارستو مثلا. كان مفهومه عن السعادة هي شعور باللزة. فانا عايز اقول للناس اللي بتفكر انها تسعد الاخر. مش مفروض السعادة انك انت بتشعر باللزة. الفكرة في اللزة اللزة وقتية هتروح وتيجي. حي. لكن الفكرة انك تبقى مليان بالرضى. ومليان بالشكر. مليان بالامتنان. هو ده اللي يخليك حاس انك راضي وفرحان وشبعان وسعيد. لو كل واحد عارف يملى الاخر بمحبته بكلامه. وابتنكو ويتملي جواه بعبارات التقدير والشكرة. اكيد هيبقى كل واحد حاس من جواه بالرضى. والاحساس بالرضى ده ينعكس طبيعي في حياتنا عن احنا نبقى سعداء. ولما الاتنين يبقوا سعداء. الحياة انا عايز اقول الحياة تبقى لذيذة. وحلوة. وسهلة. لما نبقى من السعداء نبقى مكسرين ويبقى عندنا غضب ويبقى عندنا عدم لطف. وعندنا تصرفات جمدة وتبقى عندنا نوع من الشراسة. ويبقى عندنا عنف في العلاقة. الحياة احنا احنا مش مبسطين. احنا احنا متجرحين. احنا احنا عندنا احتياج شديد قوي وجوه جوانا. فاحنا مش عارفين. فكل واحد لانه عنده رغبة واحتياج فمش عارف. ده الحياة العبارة دايما بحب اقولها. لو معرفناش ناخد من ربنا مش هنعرف ناخد من حد. حي. اللي يعرف يتواصل مع ربنا بطريقة صحيحة كل يوم. ويشبع بربنا الانسان الشبعان. ياه. يقول كده المرنف مزموط كما من شح من ودس من تشبع نفسي. التسقط يميني بالرب. يمينك تعضدني. التساقي بالرب وشبعي بالرب. عشان كده في الداية مزموط ثلاثة عثين يقول داود كده يا الله الى انت. اليك ابكر. عاطشة اليك نفسي اشتاق ويليك جسدي. الاحساس بالعلاقة الجميلة اللي انا بستمتع بها بربنا. بتشبع الواحد. حي. لما يبقى الواحد شبعان يعرف يشبع الاخر. لكن لما يبقوا الاتنين جعانين. انا انا بيصعبوا علي قوي. الاتنين اللي بيجروا على الاشغال. واللي بيجروا على شؤال امور العالم. واللي كل واحد منهوش في اتجاه. وبعدين يجوا هما الاتنين عطصانين ونشفانين. طبعا كل واحد منهم عنده هموم ومشاكل تقيلة. فده يقول كلمة صعبة. والتاني يرد علي بكلمة اصعب منها. والحياة تبقى طعمها طعمها صعب وقاسي. طعمها مورد. عايزي نهون على بعض الحياة. صح. بان احنا نلينها بكلمات الحب. والسعادة الحقيقية هتيجي تلقائيه في حياتنا. مش بالموجودات. او اتفكر انك سعادة لما يبقى عندك بيت. او عندك انت عربية جميلة. ولا حتى لما يكون عندك اولاد كتار. ولا عندك ممتلكات كتيرة. السعادة الحقيقية. في علاقتك مع ربنا. وشبعك بربنا. هو اللي هيديك رضا واكتفى جواك. وهيخليك مبسوط حتى باللي حواليك. لو عندك قليل. وعينك مليانة بالمسيح. هتبقى شبعان وسعيد. لو ما عندكش ولا حاجة. بس انت شايف ان الرب هو كل حاجة. هتبقى اكتر انسان سعيد. مظمور تلاتة وسبعين. مظمور اساف يقول كده. ملي في السماء. والجواب ومعك لا اريده شيئا في الارض. فحلو قوي ان احنا نتعلم ان انا مع ربنا مش محتاجين حاجة. بس ده مستوى ما عرفش يمكن ناس بتسمعني تقول انت بتكلم كلام ناظري ولا انت يعني مش عايش الواقع بتاعنا. ولا مش حاسس بالمعانات اللي احنا بنعنيها. الحقيقة لأ انا حاسس وعارف وعايش. بس انا عايز اقول يعني اجتهد يعني. انا تتعلم تشبع بربنا قوي. تعلم تقعد مع ربنا. اه تقول ازاي. اه مش عارفة صبت يومك ازاي. لكن انت ادي وقت لربنا كل يوم. اقعد مع كلمة الله كل يوم. اتقابل مع ربنا كل يوم. يا جماعة احنا محتاج نتغسل. صح. زي ما الواحد يبقى محتاج للشاور كده يفوق بعد الشاور احنا محتاجين نقعد قدام ربنا. نتغسل. كلمة ربنا تغسلنا. محبة ربنا تغسلنا. سلام ربنا يغسلنا. ده خيالي الزوج مليان سلام. ويطلع من مخدعه مليان سلام. ويلاقي الولاد هايسين والست مش عارف مجدودة. ويقول لها كلمتين حلوين مليانين بالسلام والاعجاب والتقدير. يا السلام هتلاقيه يعدي. هينعكس عليهم. مصبو. احنا عايزين نتعلم نقول كلام حلو لبعضنا. نشيع جو المحبة في بيتنا. بلاش الكلام الصعب انه يتقال. انتقل عبارات كويس قوي في علاقتنا مع زواجنا وزوجاتنا واولادنا. انا اعتقد ده جو الحب هيبقى الجميل اللي في البيت هيخلي البيت عايز في مستوى الريضة. امين. صحيح. الريضة ده مهم جدا. اي. يعني الريضة بما عندنا وراجين هيبقى في حد ذات وديد وحدها سعيدة. معنا تليفون قناتي الطريق لك. روحي. الو. الو. سلام المسيح حببتي. الصوت بس مش مش سامعين. مش سامعين هنا في الاستوديو. ايوه كده سامعينك. اهلا لو سهلا حببتي. كيفك؟ كيفك حببتي عاملة ايه اخت حنين. نشكر ربنا حببتي ايه غبارك؟ تماما نشكر الله. نشكر ربنا حببتي سامعتي الموضع النهاردة؟ اي اي. الصفوتة السعيدة. مظبوط. مظبوط. اصفوتات تعليق. عن برمامج. ايوه حبيبتي قلبي. عن الحب والسعيدة. اي 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 كنت محببين. مش سامعين برمامج. اي 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 حبيبتي محتاجة النهاردة اي طلبة صلاة اختحنان او اي حاجة تطلبها مننا اذكر وخالق موريس الله يشفيه امين يا حبيبتي وكمان هندش حادي بتخسل كلاوي هندش حاتة وخالق موريس والصلاة من اجل امي عبلا عبلا امين اسمه ماما جميل امين باسمي اسوه خليك معي اخت حنان دكتور عاطف هيكون بيصلي معي باسمي اسوه هنحط خالق موريس وهنحط هندش حيطة تخسل كلا وهنكمن هنحط مامتك عبلا في الصلاة اسمي اسوه خليك معي يا حبيبتي اتفضل دكتور عاطف يا رب بحط اختي بين ايديك بكل احتياجاتها يا رب انا بصدق انك انت موجود معانا دلوقتي انك سامع الصلاة اليك هيأتي كل بشر بصدق اني لك سلطان يا رب على شفاء من الامراض مهما كان المرض يا رب مفضلك زور المريض مفضلك زور المحتاج مفضلك المس كل شخص يحتاج الى لمسة شفاء مفضلك يا رب احسن الى امتك فتختبر شخصك وقابل كل حاجة يا رب نفسي قوي يعنيهم تتفتح على شخصك يا رب في الاول وقلبك يتقابل مع قلبهم ونعمتك توصل لحياتهم يختبروا خلاصك وغفرانك ويفرحوا بسلامك العجيب بشكرك لانك تستطيع كل شي ولا يعثر عليك امر باسم المسيح امين 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 حبيبتي اخت حنين شكرك حبيبتي لاتصالك وامين ربنا يكون بيكمل بخير عليهم في الوقت الجاي وهنستمر في الصالة كمان معاك وتدينا كل اخبار حلوة حبيبتي في الوقت اللي جاي كل سنة وانت طيبة حبيبتي سلمين على كل حبيبنا في اسرائيل ان شاء الله امين يا حبيبتي تسلمي تسلمي حبيبتي ربنا يباركك شكرا كنا بنتكلم قبل التليفون عن ازاي نكون بنخلق كمان السلام 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 ده يعني اجواء جميلة قوية لما يكون البيوت مليانة بالسلام الرضا عجبتني جدا لان فعلا دايما بتكلم عن الرضا ازاي يكون الانسان راضي عن نفسه وطول ما هو راضي عن نفسه ايه تحصل فيه سعادة اوتوماتيك حاجات كشيرة قوي فلا بتخلينا ازاي نكون بالحب لكن في بعض الناس بيقولوا دكتور عاطف ان فيه اوقات كشيرة عايزين نحب بس مش قادرين نحب ايه معطلات الحب يا لا كنت بتكلم شوية عن الحب انه عمل مش طبيعي الانسان انه يحب ازا ما خدش من حب ابتلق تنكو حياته بالحب الالائي هيبقى صعب انه يعبر عن الحب فهم مش قادرين يحبوا ليه لان هما وصلوا لمرحلة ان حتى الحب الطبيعي مستوى بدأ ينزل فالحب الطبيعي الانساني ممكن يتأثر بالمواقف والاختلافات فلو احنا اختلفنا وحصلت مشكلة هتنزل من مستوى الحب وبعد شوية حصل اختلاف ومشكلة تاني هتنزل من مستوى الحب وبعد شوية تاني حصل مش عارف ايه ننزل مستوى الحب فممكن يقعد المستوى يقعد ينزل ينزل الرصيد ما بيعلىش الرصيد بينزل لغاية لما يوصل لمستوى احنا مش عارفين نعمل الحب فدايما انا اقول احنا زي كده لاحظت في الكلمة الفورة اللي قلتها من شوية انه عايزين نحط في بنك الحب مش عايزين ناقد منه عايزين نتعلم نزقي شجرة الحب زي شجرة اللي لازم الاتنين يزقوها ماينفعش واحد بس هو ليزقي شجرة والتاني يتفرج عليه لازم ده يحط شوية وده يحط شوية ده يشو كوباية مياه من هنا وكوباية مياه من هنا تخلي شجرة اكبر ده خلي شجرة اللي هسميها شجرة حب عملين نقطف من الورق بتاعها ومنزقيهاش كل شوية ناخد ورقة ناخد ورقة ناخد ورقة بعد شوية تلاقي شجرة الحب وشكل ايه بقيت شكل الجريد ملهاش معنا ولا قيمة فللأسف في ناس كتير قوي وصلت للمرحلة انها نشفت قوي ومش عارفة تطلع الحب يعني عايزة نقول لهم اقف وقفك كده مع نفسك عليك صريح راجع روحك ليه انت مش عارف تحب اكيد انت بتدور على نفسك بتدور على مصلحتك انانية انانية انت مش عارف تحب الاخر لانك انت عندك مشكلة شخصية فيعني الانا والذات واخد مكانها الاكبر لكن نفسي قوي بعد كده تعلم انك انت تاخد من ربنا تتفتح على ربنا فلما يبقى الواحد ياخد من المصدر الالهي هيبقى عنده نبع متدفق من الحب مش هيتأخر او هيبقى قليل عايزة اقول لك تعلم تحب بعقلك تعلم تحب بقلبك تعلم تحب بجيبك تعلم تحب بوقتك تعلم تحب باولوياتك ده اساسيات الحب يعني تحب بعقلك يعني زي ما كنت بقول حب الحب ده قرار ارادي حب بقلبك وخلي الحب ده طالع من جواك مش بتمثل الحب حب بقلبك وبعدين حب بجيبك بمعنى اني لو في حاجة محتاجة انك تدفع متبخلش فمرات كتير قوي نبخل ان احنا نضحي بالجيب ففيه ثمن مرات يتدفع عشان تعبير عن الحب ضحي بوقتك بمعنى اني لو شريك الحياة محتاج اني انا اقضي معا وقت او اروح معا زيارة او اعمله حاجة مش كل حاجة انا 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 بس ممكن يكون الشخص الاخر محتاج الى فلازم اضحي بوقتي من اجل الاخر واضحي باولوياتي كمان فمرات كتير الاولويات تبقى مطلق بطة لو انا عرفت اول احب ربنا نمرة اتنين احب شريك حياتي واحب بيتي وبعد كده تيجي نمرة تلاتة او اربعة او خمسة احب شغلي او احب خدمتي او احب اي حاجة بس تبتدي الاول محبة ربنا محبة شريك الحياة وبعدين محبة البيت والاولاد فانا عايز اقول حب بهذه الطريقة العملية هتلاقي نفسك الرب داك كمية من الحب تعرف تديها ومن غير ما تاخد من ربنا مش هتعرف تدي الاخرين حي يعني ما فيش حجة وما فيش عذر حي يعني اللتين دولة اي اقولوا لأ حجتي ما عارش اصلا حصل ظروف غزبا عني لأ الدنيا ما فيش حجة ما فيش انت بالعذر ايها الانسان يعني تحب وتخدم وتراعي ولادك تراعي بيتك تراعي زوجتك انت بالعذر حقيقة موضوع مهم جدا عن الحب بالسعادة وده كتير قوي احنا نفسنا بنتساءل بعض الوقت عايز اقدم مش عارف عايز قدي مش عارف لكن لما تكلمنا كلمات البسيطة دي لما دكتور عاطف كان بيتكلم من شوية قبل الفصل لما قال عن لغات الحب وبعد كده قال بقى عن مبادئ الحب دلوقتي حب بعقلك بقلبك بجيبك وقيتاني دكتور عاطف بوقتك بأولوياتك انت ما عندكش حجتين خلاص بعقلك بقلبك بجيبك بأولوياتك بوقتك البقت المهمة فعلا جدا انك تكون بتوعب مع اللي قدامك وتحبه كويس هنتلع من الحلقة دي النهاردة يا طرى هنقدر نحب هنقدر ندي هنقدر نتغاضع عن أمور كتيرة يمكن حصلت زمان وجروح كتيرة حصلت في الماضي ونقدر نخفر كمان لو قدرنا نخفر ونسامح هنقدر نحب أصلي ما فيش حب بيحصل غير بالغفران والتسامح عشان كده بقول كل حد سواء زوج أو زوجة أو علاقات اجتماعية صديق مع صديقه علاقات في القرايب مع القرايب مع الأصحاب مع البعيد والغريب لو انت مجروح من حد النهاردة ومش قادر تكون بتقدم الحب ومش قادر تكون بتحب ولا ولا تملك السعادة لازم تخلي حياتك صفحة بيضة وكل الحاجات الأديمة دي بقلبها وببتدي من أول السطر بعمل كده بحط نقطة وببتدي من أول السطر صفحة جديدة بيضة علشان نعيش صح ونكمل حياتنا صح بالحب والسعادة ولما تحب سدقني أنت في الآخر اللي كذبين أنت اللي هتكون نفسوط وسعيد أنا عارفة أن في حاجات كتير أوي أوقات كتير إحنا بنتدايق من أمور ممكن تكون حصلت في حياتنا وإحنا يعني يعني برق دينا وغزب عننا لكن نقوله يا رب رجعنا مرة تاني عشان نقدر نكون بنحب بقدم الحب لكل الناس لقل لكم إحنا فعلا حقيقة بنحبكم حي سعيدنا جدا 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 رجودك معنا النهار دكتور عاطف حضرتك برك كبيرة حقيقة في الخدمة في القومة في الحب في العم في كل حاجة حقيقة في قلبك الجميل اللي بيحب رب وبيحب الناس اللي حواليك حقيقة يعني اسم يعني عايز اقول حياة عملية حقيقة عشان كده اخترنا الموضوع ده لان حياتك بتشهد عنك دكتور عاطف دي حقيقة عايز اقول كلمة اخيرة لكل مشاهدين النهاردة نفسي احنا بتكلم في الحب عايز اقول لكل واحد توقف عن عمل اي شيء يحبط مراتك او يضيقها بطريقة عملية عايز اقول لو في حاجة مراتك بتحبها كرر انك تعمل حاجات ده هي بتعملها كنت في الماضي وقفتها ارجع عملها تاني عشان تكسب محبتها وقلبها دايما تكون عملي بتعبر لمراتك وتشعرها قد ايه انها موضوع احتمامك ومحبتك وتقديرك ده كلام مهم اوي انها تحس به عشان تديها طاقة ومعونة تقدر تكمل معاك والكلام ده ممكن ان اقوله من الزوج للزوج كمان ان تعمل كده معا لانه هو محتاج لنفس الكلام ده هو فخلينا تبادل مع بعض الحب في الحب عطاء من الناحيتين كل واحد يدي الاخر وخد من ربنا عشان تعرف تدي بطريقة صحيحة ربنا شكرا وحقيقي نورت استوديوهات كانت الطريق ودايما يا رب بالخير والبركة والجود على حياتك في الوقت الجاي انا عارفة ان بعد وقت ايام كده انت مسافر باك لمصر ترجع بألف سلامة تقضي بقيت الوقتين في كاليفورنيا وقت عظيم وقت كبير وقت حيل مع كل الاحبة والاصدقاء والخدمات وامين والمزيد والمزيد من النجاح في اسمي سوء تقلق بحياتك شكرا نورتنا يا دكتور عاطف شكرا اوعى تبخل بانك تكون بتقدم الحب اوعى تبخل علشان الحب ده حاجة جميلة وشيء مقدس لازم نكون بين الجيل بعضين ونتبادل زي ما دكتور عاطف كان بيقول من شوية نتبادل بنا وبين بعض سواء علاقاتك برا سواء علاقاتك في البيت مع زوجتك مع ولادك مع زوجك مع ولادك فازاي نكون بنقدم ونقول هات ناخد ونأتي ناخد ونأتي علشان تبقى حاجة جميلة وحاجة وارتباط مقدس لا ينزعوا ابليس ابدا او يكسروا ابليس ساعدنا جدا 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 بوجودنا معكم ودايما في التقلق والنجاح مع بعضينا صلوا من اجلنا وبنصلي من اجلكم بنحطوا قناة الطريق في صلواتكم بمحبتكم بدعمكم علشان نوصل اكتر لناس كثيرة تعرف كلمة الرقب بشكر كل الناس اللي دخلوا معنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك كل الناس اللي شاركونا كل الناس اللي واتشت معنا شافتنا النهاردة وكانوا متابعين اتمنى اتمنى تكون حلقة النهاردة دخلت ولبكم تكون مسمرة اكتر واكتر في الوقت اللي جاي ونشوف السمر سلسون وستون وميعة رب يكون معاكم وتصبحها لألف مليون خير وكلو للخير ترجمة نانسي قنقر عمري ما دوءتي سعادة في قلبي ولا حسيت في سلام في حياتي إلا في قربا انت يا راقي بنسى ألامي ويحتياجاتي عمري ما دوءتي سعادة في قلبي ولا حسيت في سلام في حياتي إلا في قربك انت يا راقي بنسى ألامي واحتياجاتي ماشي في البر يا معايا ماشي وساند ايدا عليك واسمع وعدك افرح بي او لازم يثبت او لازم يثبت فرح بي فرح فيه افرح بي او لازم يثبت او لازم يثبت او لازم يثبت او لازم يثبت بي مشي في البر او لازم يثبت او لازم يثبت او لازم يثبت واسمع وعدك افرح بي ولازم يثبت فرح فيك في كتير طرق وسط الحياة تام فيها ناس وطرق تبان مفروشة وارد وتمتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة هو الطريق 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 الطريق